تحرق الودن والرأس و حتى الأدراس سهلة لا تحضر فصوص توم أحمر و بعد البصل اليوم ان شاء الله نقول لكم طريقة تعالج بها أو تهدئ بها آلام الأسنان بوضعك قليل من قطارات من زيت الزيتون و فص توم و غتشوف ان شاء الله الفرق يعني غتهدئ الآلام و غتحاول تكال مراسك وتحاول ترتاح وتنام ريتها ما يصبح الحال ان شاء الله و ضروري من زيارة الطبيب باش تعرف الآلام من جاي احنا فقط كنعطيكم وصفة للحلول لان بعد الامرات كتجينا بالليل ما خاتقدرش انك تاخد طاكسي او تمشي لغالب الله سبحانه وتعالى هالطريقة هادي كيعملوا الاجداد و فعلا ان كنعمل الاطفال ديولي عندها نتيجة نتيجة مبهيرة فقط حضر لي التوم و فعلوا لي هاد الفيديو و مرحبا بكم حتى الاخر اهلا وسهلا من ادخالتي ولا ادخالتي كنت منكم ان شاء الله تكونوا بخير و على خير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد و على آلي و اصحابي اجمعين حيكم الله اه كي مشتو بزاف الوليدات ما تيخرج اليومش السمق ما تيخرجش على برا تيبقى الداخل و هاداك اصعب شي يعني مني تيكون سمق خارج برا ارامشي الودن موسخة لا هي سبحان الله كيف العين كيف الرحيم كيف الادن اه كل الانف الانف طريقة مغايرة على الادن يعني الادن ممكنش نعملو شي حاجه و ننضفوها من الداخل مني كيخرجوا افرازات هنا يعني راه ممكن انا نديروا واحد كلينيكس او اه عود ديال الادن و كنمسحو من على برا ما كندخلوش لداخل يعني الادن كتفرز بوحدها متل الرحيم متل الانف الانف اللي مارا مارا مني تيكون صهد اللي تيكي بقى اه عزكم الله داك البلغم تيبقى في الالف تنخرجوه يعني مش بحال بحال مهم الادن متل عين متل الرحيم اليوم ان شاء الله عندي هنا بصالة صغيرة هذي مني تنجيبها مع الخضرة ما تنرميهاش هانتو ما هذ البصلة هذي مني كنلقاها بحال هكا ما تنرميهاش تنخليها لعلاج الادن و علاج اه دماميل يعني انا ان شاء الله نبتا هي كنقطعها من هنا وكنعملها في الادن بحال هذي مني كنلقاها يعني مني كنمشيو ناخده البصلة ولقيتو هاد هاد البصلة الحمرة القيوقة ما متغفلوش عليها جمعوها رهزوي ونا مفيدا نبدو على بركات الله موضوعنا هو التوم مو يمكن ناخده انا راني قشرت وحده وغاني عاود معاكم وحده لا داعي لان انا ما يعني راه التومة ده با ما ما شاء الله اه نقي وهم زيان على بركتي الله انا تعجبني انقطعها بالاضافر لانها كتغذيهم وكتحيت تذيك البكتيريا اللي تتكون في الاضافر لشومبينيو زويونا انا فاشلا بغاني نقطعها التومة تنعمل الاضافر ليو منها قد تنغذيهم ومنها احتدك اللحم يعني كي يتعقم المهم الطريقة السهلة ويتقطعها بالسكي قدعها بالسكين وبالنسبة للفتيات اللي تغسلوا الاواني بزوف تتقطعوا لي من الاضافر قبل ابنت خالتي ما تغسل المواعن هكا ها هانتم بحال هكا نغمس الاضافر ديولي في التوم مويم هذي ما غديش نعملها نعمل الاولى اللي كنت عملت قبل اني درتها ها هي على بركتي الله غنعملها في الاودون ان شاء الله بحول الله كيف ما قلت لكم اه هنا منيتي خرج السمق انا تعمت نخليه باش نوريكم يعني مسحوه عادي ما ندخلوش لداخل الوليداتنا اه اي حاجة ما ندخلوش لوليداتنا ويلا بغيتوا الودن نتنقم زيان قطرة زيت الزيتون مني الوليدين عس وفي الصباح غتمسحيها لي زويون زيت الزيتون ما غيبقاش عندو آلام الودنين آلام الحنجورة آلام الأنف على بركتي الله منيها ودخالتي بدخالتي تبغي دخليتنا عسي ما غندخلوش بزا باش تخلعو الا هاكا ونخلوه هادي لاش كتصلاح آلام الأدراس يلا عندك ش درسة مسوسة وما غتخليك ش تنعس نتخصك تباية ترتاح ريتها ما يصبح الحال وتمشي على الزيتون تيس يعني ما غتش بدك الليل جوش تليل وحدة الليل وتمشي تقلب على الزيتون تيس للا احنا غنطوك حلول بإذن الله هي هادي واحد فص توم توم الحمرة نخليه هنا آلام الأودن والله العالم يكن هنظر معكم بالمعقول آلام الرأس أنا أعطيتكم يعني هاد الوصفة كتصلاح العديد من المشاكل التي تيكون في الرأس يعني من تيشدك الدرسة تتكون مسوسة ولا منفوخة بغيتي تنعس بس صباح ان شاء الله تمشي لطبيب تعمل هادي طريقة سهلة اعملها مثلا على هات الجهة اللي كيكون فيها الدرس ما تعملاش الجهة لا هادي صافي ونعس بإذن الله هادك التوم أو هاد البصلة اللي كتكون صغيرة أنا كنلقاها صغر من هادي حتى هي مني كنقطعوها بالنصف وكنخشوه هنا كتموصدك الآلام كتهدأ عليك ريتها ما يصبح الحال آلام الأودن بزافة الوليدات تضربهم البرد في الودنين بسبب البحر شميشة كيدخلها غير قليل من الماء كتبقى تضرب ديك الودنين الوليتي يبقى يبكي بلا ما تصدع راسك بدخالتي طرف ديال التوم وحطيه طريقة كموريتك تقدري قاع تعملي لي واحد القطن ويتكاق ينعس على الجهة الاخرى لي ما فيهش الودن يسالي من هنا تعملي لي كان الودينة بجوش تعملي لي ويبقى غالس واحد المدة حتى ان شاء الله يزول الآلم ويزول بإذن الله حرق الراس حتى هو خصوصا خصوصا الودن والدريسة الودني كان في البرد كان عارف بزاف الوليدات يدوشوا تيعرقوا مني تخرجوا تضربوا من البرد تجدك الودن كتبقى تضرب حلا فيها شيء ايبرا او تخرج منها شيء حاجة من الودينة هذا العمله دي سالة قطرة زيت الزيتون مرة مرة يعني مرة مرة قطرة زيت الزيتون باش كتخرج لك السمق باش الودينة كترطاب ما كتبقاش ناشفة وكتخرج لك الشي اللي فيها الداخل وفص ديال التوم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام انا ما بقيت ندخلها فقط للتوضيح يعملها الكبير يعملها حتى ذلك الأطفال الصغيرين اللي تيبقوا يغوتوا تحسين بالودينة تتحكوا يعني حتى تتأكدي أن الطبيب ما عندوش الودينة متقوة ما عندوش آبسي فيها ما عندوش شيء حاجة اللي تستدعي للتدخل الطبيب البرد البرد قليل فين غتفهمي فيه هنا من يكون وديتي صغير تنذير قطرة زيت الزيتون وتنفوش قطرة وتنخليها قطرة تسرح في الودينة زوي ولا تخافوش منه ومرة مرة نضيف التوم الأحمر وهذا التوم الأحمر والبصلة كما قلت لكم هاتوا مرة هاديرة هاتا نجمعها اشتوه البصلة حتى هي بعد المرات نقطع هاترا ونشيات وتنحطها هنا منيتها تكون الودينة فيها ازديح يعني متى تحس بحل القلب تضرب تنشد البصلة وتنقطع هاترا ونشيات وتنضورها حتى الودن وتنحزمها وتنخليها حتى للصباح يعني ضروري استشارة طبية منيك يقول لي كرا ما عندك شي حاجة عادة كان نبقى مرة 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 حتى هادة طريقة كتعالج البرد آلام الأسنان ضروري غير المهم احنا عطيناك هاد الحلول باش تهدعلك آلام الدرس أما الأودن إذا كان البرد في الودينة والبرد في الراس هذه إفكاس تعالجها لك قطرة زيت الزيتون أو وضع شرائح من البصل الأحمر هنا على الودينة حتى الحلاقم أو لوزتين كنحطوها هنا وكان حطوهم هذه البصلة سبحان الله والتوم كتمص ذاك الآلام كتخفف من ذاك الآلام يعني بحالة كنتي كتكذب هاتش اللي كان ابنت خالتي كنتمنى إن شاء الله وصفات اليوم تعجبكم وما تبخلوش علي اياق بالاشتراك واللي بقي ما ولاش ضيف مرحبا بكم وإذا عجبتك القناة ما عليك غير أنك تدير واحد دورة راه إن شاء الله بحول الله هتلقى العديد من الوصفات اللي ساهله في متناول جميع مع السلامة وإلى اللقاء كنتمنى على الأقل نكون عطيتكم واحد الحلول اللي هي جيد بسيطة وكينة في المطبخ ديالنا ولكن كنكونوش عارفينها غافلين عليها هذي فقط حلول المهم البرد رأي أقسمو بالله كتعالجو ما نكذبش عليكم آلام الأذن حتى الويدات من اللي كان ديملا بيسين كي يجي كي يبقى يغوت بالوديلة دياله هذي كتعالجو في البلاسة أنا فقط عطيتكم على الدرس والحرق ديالراس اللي ما نعرفوش الأسباب دياله هذي كتعالجو أما البرد إلا كان في الويدن كما قلت لكم البرد ديال الشميشة أو البرد دياللا بيسين من كي تكونوا عرقان وضربوا البرد الويدن كتبقى تضرب حل القلب هذي سهلة فقط حلول لآلام الأدراس آلام الأسنان آلام الرأس بالليل بعض المرات ما نعرفوش يعني شكون غادي نعتقنا من الأحسن عملو هذه الوصفة هذي والنعسون ارتاحو حتى الصباح بإذن الله ويكون ديك الساعة لإطمئنان يعني كما يقول الناس النهار ديال بعينيه واللي البودني يعني ديك ساعة تكون زيارة الطبيب انتمينا الفيديو وعجبكم عفانا وعفكم الله مع السلامة نعم 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 نعم